السلام عليكم. معكم دكتور كاتب عبد المالك. طبيب استعجالي ميتسان برنسيبال. اليوم رب انشاء الله راح نتعرضوا الموضوع الا وهو كما نقوله السخونة ولا الحرارة او الفيافر للاطفال الصغار. في بدء الامر الحرارة هي عرض وليس مرض. عرض بمعنى دي سيني يعني ما عندوش معنى كمرض يجيب اعراض اخرى. هذا الحرارة التي تنال من الرضع من الاطفال وكذلك من الاطفال الصغار تتمثل في بدء الامر بسببين سبب فيروسي او سبب بكتيري. لكن لا توجد هناك حرارة بدون سبب. في بدء الامر الحرارة عندما عرفت السبب يجب على الاولياء الا وهو المشكل الكبير لدى الاولياء ان يتصرفوا قبل الذهاب الى الطبيب. وما هي الامور التي يستعملها الاولياء لتخفيض هذه الحرارة. اولا عند اه تفقد الاولياء للطفل او الراضية ان الحرارة اه مرتفعة. يعني الحرارة كنقدر نقسموها نقسموها على اتنين. القسم الاول من ستة وتلاتين ونص حتى لسبعة وتلاتين فاصل سبعة تعتبر حرارة عادية. لكن فما فوق سبعة سبعة وتلاتين فاصل سبعة الى غاية ثلاثين ونص فهناك بدء حرارة. وهنا اه يبدأ المؤشر في عملية انطلاق عملية الاسعافات الاولية للطفل او الراضية. وما هي هذه اه اه ادوات التي يستعملها الولي الوالد او الوالدة لهذا الطفل. اه مخفضات حرارة بما فيها اه كمادات يعني كمادات هذه لازم تتحط على مواقع حساسة. اي الرقبة تحت الابط وكذلك في الفخضين. لماذا? لان هناك اوعية دموية كبر. وبهذا نستطيع تخفيض درجة الحرارة. لكن عندما تكون الحرارة اكتر وهذا راجع للسبب الفيروسي او البكتيري. عند السبب الفيروسي تكون حرارة من سبعة وتلاتين فاصل اه سبعة الى غاية تمانية وتلاتين ونصف. لكن حرارة السبب البكتيري تكون حرارته اكبر من تسعة وتلاتين درجة. وهنا اه يجب اه تبريد الطفل بما نستطيع. يعني نجيب كمادات وبعدها اه نضع الطفل في بنيو صغير. يعني نصف الجسم تاع الطفل هذا. نحطوه على اساس به يبرد شوية. اه التالت حاجة وهي المهمة عند الاولياء. عند تكرير تكرير يعني اه تكرار عملية السخونة عند طفل صغير. يجب ان يعلم السبب. ومن يعلم السبب هو الطبيب. دونك يجب في بداية الامر بعد العملية الاولى. الذهاب الى الطبيب. لكي يعرف ما هو سبب هذا. اه سبب الرافع للحرارة. لكن نوصيه على حاجة واحدة بركة. السخانة هذه راهي. عندها اه اخطار كبيرة عندها عدم الاهتمام واهمال السخانة لانها بها اعراض اه سيلان الانف وكذلك الحرارة المرتفعة. ولهذا يجب الاهتمام الجيد. اه اعادة النظر في درجات الحرارة.